بلدة برطلة بلدة مسيحية بالكامل تقع شرقيا الموصل ضمن ما يعرف بسهل نينوى ويعد المسيحيون هنا أهل المنطقة منذ آلاف السنين لكن الأوضاع الآن تغيرت وأصبح المسيحيون أقلية نتيجة حملات استهداف منظم من جهات عديدة كان آخرها تنظيم داعش واليوم اتهامات جديدة لفصائل مسلحة وعناصر من الحجد الشعبية اليوم احنا الاستفزازات اللي عاد سير مثلا كتهديد من الحجد الشعبي اكو بعض من اشخاص يجون انا اقول مثلا انا بالحجد الشعبي انا من ضمن فلان مكتب كتهديد بدون خوف ويقول رجال دين المسيحيون ان فصائل مسلحة من قومية الشبكة وهي قومية مسلمة ذات اغلبية شيعية ضمن قوات الحجد تمركزت في المنطقة بعد تحريرها من داعش وتحاول تلك الفصائل احداث تغيير سكاني عن طريق بناء مجمعات سكانية في اطراف بلدة برطلة لزيادة اعداد الشبك في المنطقة على حساب المكون المسيحية تغيير ديمورافي كبير يحاولون بالقوة ان يهجرون هؤلاء اهل الولدى من قبل سكان القرى التي حول برطلة هناك 16 قرية شبكية واحد النواب يصرح سنجعل من برطلة عاصمة للشبكة مخوف امنية وهواجس كبيرة وتخوف من استهداف ممنهج وخطة للهيمنة على مناطق ذات اغلبية مسيحية برطلة محاطة بمجمعات سكانية جميعهم ليسوا من المسيحيين وهذا تخوف اهل برطلة حتى انتخاب الحكومة المحلية في برطلة سوف يتغير وفق هذه الاحصائيات ونفى قادة من الحجد الشعبي كل هذه الاتهامات ووصفوها بالباطلة ويطالب المسيحيون في سهل نينوى بوقف حملات الاستهداف واستحداث وحدات إدارية تراعى بها النسب السكانية للمكونات قبل عام 2014 كما يطالبون الحكومة بالتدخل ووقف المضايقات والتهديدات ضدهما نحن نستغرب لهذه الأقاويل وهذه الافتراءات التي تتحدث عن أشياء غريبة عن أرض الواقع أرض الواقع غير ذلك الآن هناك تعايش سلمي نحن نتحدى أيا كان أن يصدر منا أي مضايقة ضد أي أخ مسيحي بل عكس تماما نحن نمد يدنا يد التعاون يد المحبة يد السلام إلى كل الأخوة المسيحيين هيتم أحمد الحرة الموصلة